مياه شلالات نياغرا على وشك التجمد جرأ موجة سقيع لا سابق لها منذ 57 عاما ضربت كامل الأراضي الكندية تقريبا وبدأت قبل عيد الميلاد وربما تستمر مع بداية العام الجديد موجة السقيع التي انخفضت معها درجات الحرارة إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من خمسة عقود دفعت كل الأنظار إلى ترقب حال شلالات نياغرا الشهيرة التي لم تتجمد مياهها بعد إلا أن كل التوقعات تؤكد تجمدها هذا الشتاء لازيما مع استمرار موجة البرد القارس الحالية والمفاجئة في آن واحد الشتاء قبل ذلك لم يكن سيئاً مثل ما نراه الآن إنه حقاً برد قارس وصعب للغاية فأيام الثلوج والضباب الأبيض السميك حولت المناطق المحيطة بشلالات نياغرا على الجانب الكندي إلى قصر بلورية ورغم ذلك لا يزال من الممكن رؤية المياه المتضفقة فوق حافة الشلالات كما لم تمنع العديد من السياح الذين تحدوا درجات الحرارة المنخفضة من الاستمتاع بهذا المنظر الطبيعي الخلاب الذي يمزج بين برودة التقصي وسحر المكان إنه حقاً برد قارس هذا الأسبوع وتعد نياغرا شلالات غزيرة وتمتد على نهر نياغرا وتقع بين مدينة نياغرا في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة نياغرا في مقاطعة أنتيريو الكندية ويبلغ أعلى ارتفاع لشلالات في الجانب الأمريكي حوالي 56 مترا وفي الجانب الكندي حوالي 54 مترا وتتألف نياغرا من ثلاثة شلالات أشهرها على الإطلاق شلال خورس شو أو ما يعرف بحدوة الحصان على الجانب الكندية اشتركوا في القناة